يعني قبل ما نتكلم عن تفاصيل إزاي الفيروسات دي بتتنقل خلينا نتكلم عن إيه هي أصلا الفيروسات اللي بتتنقل في فصل الخريف بالتحديد أو الفصول اللي هي خلينا نقول التمهدية دي اللي بتماهد سواء للصيف أو للشتاء إحنا بالفعل الخريف بالنسبة لنا هو أسوأ من الشتاء في انتشار العدوات التنفسية طب ليه الخريف؟ لأن الخريف بنسميه اللاشتاء اللاصيف وده جو مناسب جدا لانتشار الفيروسات التنفسية ما بين انخفاض وارتفاع الحرارة على مدار اليوم الواحد ده بيساعد على انتشار العدوات التنفسية بجانب هو موسم أيضا للتجمعات المدارس والجماعات وده بيكون بيأخذ بقى أيضا لانتشار العدوات التنفسية إيه أنواع العدوات التنفسية اللي منتشرة في هذا التوقيت أشهر حاجة طبعا البرد والإنفلونزا وكرونا والفيروس المخلاوي طب دي ما نسميها العدوة التنفسية يعني يا عدوة تنفسية يعني تنتقل عن طريق الهواء أو الرزاز أو الجو من شخص لشخص آخر نتيجة ارتفاعات وانخفاضات درجة الحرارة وتعرضك لشخص مصاب طب في عدوات تاني بتنتشر في الخريف في هذا التوقيت أطبعا هو الخريف زي ما قلنا فيه تجمعات فأي تجمعات بيبقى قصادها انتشار للعدوات عندنا التهاب الكبدي عندنا الجدير المائي عندنا التسحائي وكل دي عدوات تنتشر في الخريف خصوصا في التجمعات والمدارس ولكن أشهرهم على الإطلاق طبعا العدوات التنفسية لأن دي هي سريعة الانتشار سواء كان البرد أو الإنفلونزا أو المخلاوي أو التهابات الرئوية ودي بنسميها العدوة التنفسية